أربعة مشاريع ترفيهية قيمته الإجمالية 86 مليار ريال أو نحو 23 مليار دولار أطلقها العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الرياض هذا الأسبوع وقالت وكالة الأنباء السعودية واس الرسمية إن المشروعات تشمل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المصار الرياضي ومشروع الرياض آرت والمشروعات الأربعة في مرحلة التصميم ومن المقرار أن يبدأ التنفيذ في النصف الثاني من عام 2009 وذكر بيان نشرت هواس أن هذه المشروعات ستوفر 70 ألف فرصة عمل للسعوديين كما ستوفر فرصا استثمارية بقيمة 50 مليار ريال للمستثمرين المحليين والأجانب